بعد عامين ونيفي من تدمير السكن الجامعي القاص بطالبات جامعة تاعز من قبل ميليشيا الحوثي بدأ يعود للخدمة تدريجيا سكن الطالبات مشروع كان حلم بالنسبة للجامعة لأن هذا المبنى تعرض لقصف صاروخي في الدور الثاني ستون مليون ريالا يحتاجها المبنى المكون من خمسة أدوار لكي يعود على ما كان عليه مبلغ رأت عمادة الجامعة أنها لم تتمكن من توفيره فأعدت خطة تمكنت من خلالها مؤسسة معادن التنموية من ترميم وتجهيز الدور الأول وهو ما شجع قطاعات أخرى للمساهمة في تجهيز الدور الأخير مشروع سكن الطالبات الرقج مؤسسة معادن التنموية منذ الوهلة الأولى لم نقدر التفاعل المطلوب من قبل الجهات المانحة فأبينا إلا أن نخرج السكن بهذه الصورة التي ترموها اليوم السلطة المحلية أفصحت خلال فعالية التدشين التي عقبت مراسيم افتتاح السكن عن بدء إعادة الإعمار بتاعز نجشن اليوم في السلطة المحلية مشروع الإعمار بداية خصصت لخمسة قطاعات التربية والتعليم الصحة المياه والنظافة التحسين خلود الحميدي من منطقة العدين توقفت عن الدراسة لمدة عامين عام بسبب الحرب والآخر لعدم توفر سكن تعيش فيه لتتمكن من إكمال عامها الدراسية الأخيرة إنما فان يروح مستقبلنا إحنا الطالبات بنات الأرياب فان نروح إحنا فان يروح حلم كل طالب مئتين طالب كان فيه من قبل فان يروحين بدأت تفكر بكل البنات بكل بنات شرعة بنات قبل حفشي بنات موزع بنات العدين فان نروح إحنا عادوا أمل لكثير من الطالبات لمواصلة مشوارهم التعليمي السكن الذي يقع في حوش الجامعة على بعد مئة متر من البوابة الشمالية يستوعب مئتين طالبا إلا أن ما تم ترميمه لا يتسع لأكثر من أربعين طالبا أمر جعل مئة وستون طالبة ريفية متوقفة إجبارا عن الدراسة حلم بدأ يتحقق لطالبات وجدنا أنفسهن خارج الحقل التعليمي فهل ستعمل الجهات الرسمية على ترميم سكن الطالبات بالكامل؟ سؤال يراود كل طالبة ريفية عبد العزيس أم حاني من شباب تاز